رمضان جانا واصرحنا بعد قيام هو مفوت مزيكة حتشتغل رمضان جانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في برنامج رمضان جانا عن إيش برنامجنا يا حوكا؟ الله، أوكي، برنامجنا يتكلم عن العادات أو الأشياء اللي بنسويها في رمضان يعني بمعنى صح عاداتنا في شهر رمضان وأول حلقة هنبدأ فيها لليوم هتكون أول يوم في رمضان طيب، ممكن نتكلم عن أشياء اللي هي إيش الفطور في السعودية وإيش الفطور في مصر إحنا عندنا في السعودية طبعا جزء أساسي في رمضان بعد التمر أو اللبن أو الأشياء هذه السنبوسة وكل عائلة في رمضان عندها إحنا عائلتنا عندها تات أربعة خمسة ستة أنواع سنبوسة سنبوسة بجلية، سنبوسة الفرن سنبوسة بورف الفرن، سنبوسة بالجبنة يعني جميع الوعى السنبوسات اللي في الحياة ما أعرف عندك في مصر كيف تكون إحنا ما عندنا لها سنبوسة مستحيل عندكم سنبوسة ما عندنا لها سنبوسة بتحل محل السنبوسة وفي حاجة اسمها رؤاء زي يعني أعرب حاجة للمطبع الشرايح عاجين كده رقيقة وبتحط واحدة مثلا وفيها برضو كزا صنف لحمة، جبنة، خضار اللي أنت عايزة طبعه 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 وبعدين بتحطها في الفرن وتقطعها مربعاته طبعا الشربات في رمضان تكتر بس الأساس دائما شربة الحب وشربة ABC شربة لسان عصفور بس هل بتسمون شربة شربة ABC هي دون شربة شعرية لا، ABC اللي فيها ABC حفروف ABC لا، عندنا شعرية أو لسان عصفور أو في حاجة اسمها تيرسا شكلات روس كأنها تروس وغيرها كده بس كلها نفس مفيش بصلصة مفيش كريمة شربة شربة شفافة وعليها طبعا من أهم الأشياء الموجودة على المايدة الرمضان اللي هي الفول أنا بالنسبة لي عندنا في البيت بيطلبوا ما شاء الله بعشر ريال فول في النهاية ما يتكل بنص ريال فول أساسا ما أحد في البيت عندنا بيأكل فول غير أمي أبويا ما عرف أنتوا كيف بالنسبة لي نحن بنسبة لنا الفول يعني لي وضعية سبيشال خالص فرمضان بس على الفطار تقريبا شبه معدوم اللي أنا أعرف أن أنتوا أساسا في مصر الفطور حقكم عبارة كأنه غدا بالضبط 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 الفطار كأنه غدا السحور كأنه عشاء وقبة خفيفة أو سناكس أو كده أساسا أنت تحس رمضان في معاملة الناس للأكل في رمضان جدا بتكون مختلفة يعني موضوع أنه نحن نسميها فرزة طيب طيب تمسك الأكل كل شيء رمضان تضعه في الفريزر وتبدأ تطلعه بكميات غير طبيعية أول عشر أيام يعني مثلا لا أعرف أن الناس تتعامل مع أكل رمضان بهذه الطريقة المفروض أنه يعني مثل أي شهر تاني ليس لازم أن تتبالك في موضوع الأكل تشعروا فطار ويأخذوا حقهم طيب نطلع من فطار وأكل وكذا ونذهب إلى أهم أو أكثر حاجة تحسسك أن رمضان يأتي أصلا أنا بالنسبة لي الحلال والفانوس عموما هو الفانوس وطبعا هو أساسا ما سأتكلم به زينة رمضان نفسها نحن لا نستخدم زينة نحن لا نستخدم الشراش في الحمرة لا أرى أنا أقول لك نحن أول ما بيأي رمضان أو قبلها بشوية حتى بيبدأ الشرع كله يعمله زي جطة جمعية ويجمع فيها فلوس مع بعض ويكون حاسبين أنه يجبه كم متر زينة أو كم متر كل شيء في رمضان ستجد نفس الفكرة أو نفس التكنيج ده هم شغالين بزينة حوالين الشارع وفي نص الشرع متعلق في نص كبير وبكده نبقى وصلنا لنهاية أول حلقة من برنامج رمضان جانا وأنا حاس أنه مبسوط مبدئيا مبسوط لأنه هتعلم حاجات كتير وحعرف حاجات كتير عن رمضان في السعودية مع أني قريدي عندي خلفية كويس مو أنت أصلا عاش في السعودية بس أنا أحس نفسي أن أتعلم أكثر عن ثقافة مصر وثقافة الشارع المصر في الفطور في مصر اللي هي طبعا لا يعلى عليها ما شاء الله بكده مساعدين أوصل لنهاية الحلقة لا تنسونا ولا تحرمونا وإذا في أي موضوع حابين يتكلم عنه في رمضان يرى تحطونا هو في كومنت نشاهكم إن شاء الله في حلقة ثانية من برنامج رمضان جميعا رمضان جميعا